بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المشاهدين وصلنا إلى السؤال السادس والسبعين ما هو الحرام وما هو الواجب؟ الجواب الحرام الذي فرض الله على عباده أن يجتنبوه وهو ما في ارتكابه عقاب وفي تركه ثواب وعكسه الواجب الله سبحانه وتعالى شرع الأحكام لحكمة عظيمة أنزل هذه الشريعة لمصلحة العباد الله لا ينتفع بأحد ولا ينتفع بشيء ولا ينتفع بإيمان المؤمنين إنما العباد الذين آمنوا بالله وأطاعوا الله فأدوا الواجبات واجتنبوا المحرمات هم من ينتفع أما الله فغني عننا وعن كل العالمين الله لا يحتاج إلى شيء ولا ينتفع بشيء حاشاه لأنه قال ومن كفر فإن الله غني عن العالمين فالعبد إن تجنب الحرام خوفا من الله العبد هو الذي يستفيد هذا المسلم الذي تجنب الحرام خوفا من الله تعالى له سواب عظيم وله أجر كبير وما هو الحرام؟ الحرام هو الشيء الذي من فعله استحق العقاب الشيء الذي حرمه الله الشيء الذي حرمه الشرع الشيء الذي حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان من الاعتقادات أو من الأقوال أو من الأفعال وكل شيء حرمه الشرع يقال له منكر المنكر ليس اسما خاصا لشرب الخمر ولعب القمار بل كل ما حرمه الله يقال له منكر إذن ما هو تعريف الحرام؟ الحرام ما بفعله العقاب إذا فعله الإنسان المكلف صار مستحقا لعذاب الله تعالى أما الواجب الواجب هو إذا تركه الإنسان عليه معصية وواجب عليه القيام به وله سواب إذن انتبهوا الحرام في فعله العقاب وفي تركه السواب لمن تركه امتسالا لأمر الله خوفا من الله أما الواجب فالقيام به فرض واجب القيام به فيه سواب وأجر وخير وبركة وتركه فيه ذنب يعني من ترك الواجب صار مستحقا للعذاب من ترك الواجب صار مستحقا للعقاب السؤال السابع والسبعون أعطي بعض الأمثلة عن اعتقادات كفرية الجواب من دان بدين غير الإسلام أو لم يصدق بآية في القرآن أو لم يؤمن بنبي من الأنبياء المعلوم من الدين بالضرورة نبوته أو اعتقد حل أمر حرمته معلومة من الدين بالضرورة أو اعتقد حرمة أمر حله معلوم من الدين بالضرورة أو شبه الله بالمخلوقين كأن اعتقد المكان أو الجهة في الله كفر كفرا اعتقاديا الكفر الاعتقادي محله القلب وقد تكلمنا في تعريفه في بداية كتاب أحكام المرتدين أو في باب الردة فإن اعتقد في قلبه أن دينا غير الإسلام يكون صحيحا أو مقبولا أو مباركا أو معظما أو محترما يكون اعتقد ما يخرجه من الإسلام كان مسلما فاعتقد بشيء من هذه الاعتقادات يكون صار مكذبا للقرآن أو هو دان بغير عقيدة الإسلام اعتقد عقيدة تكذب الإسلام هذا يقال له كفر اعتقادي أو كذب القرآن اعتقد في قلبه أو قال بلسانه يعني هذا كفر قولي وهذا كفر اعتقادي فإن اعتقد في قلبه أن القرآن كذب أو أن هذه الآية كذب هذا يقال له كفر اعتقادي أو والعياذ بالله تعالى أنكر نبوة نبي من الأنبياء المجمع على نبوته كموسى وعيسى كإبراهيم كآدم كمحمد نبوة من علم من الدين بالضرورة أنه نبي فاعتقد أنه ليس نبيا يكون والعياذ بالله جحد وكذب نبوة هذا النبي وكذب الإسلام لأنه كذب ما علم من الدين بالضرورة أنه من الإسلام لأن الإسلام جاء بذلك أو كذلك اعتقد أن البيع حرام مطلقا إذن هذا اعتقد تحريم ما أحله الله اعتقد أن شرب الماء حرام اعتقد أن التنفس حرام هذه عقيدة كفرية اعتقد أن نبيا من الأنبياء كان على اليهودية اعتقد أن نبيا من الأنبياء جاء بغير الإسلام هذا يقال له كفر اعتقادي أو اعتقد أن الزنا حلال أو أن شرب الخمر أو السرق حلال وهو يعرف أن هذا في دين الله حرام صار مكذبا للإسلام باعتقاده يعني اعتقد ما يكذب الإسلام فهو من نوع الكفر الاعتقادي أو شبه الله بخلقه والعياذ بالله فمن اعتقد في قلبه أن الله جسم جسد شكل حجم له طول له عرض له كبية روح خيال ضوء ظلام غيم يسكن السماء يجلس على العرش هذا اعتقد عقيدة تكذب الله اعتقد عقيدة تكذب القرآن الله يقول ليس كمثله شيء فإذا قال لك مشبه أو مجسم فما معنى الرحمن على العرش استوى قل فسرتها الآية الثانية وهو الواحد القهار فليس معنى الرحمن على العرش استوى جلس أو قعد أو استقر أو حاذى لا بل ربنا قاهر للعرش ولكل العالم أليس قال في القرآن وهو الواحد القهار أليس قال في القرآن وهو رب العرش العظيم أليس قال في القرآن فلا تضربوا لله الأمثال وإن سئلت عن الآية الله نور السماوات والأرض فقل الله هادي المؤمنين لنور الإيمان هكذا فسرها ترجمان القرآن عبد الله بن عباس أما من اعتقد أن الله ضوء ملأ السماوات والأرض أو أنه جسم قاعد فوق العرش فهو كافر وإن زعم أنه مسلم كما قال ذلك الفقيه المحدث الحنفي عبد الغني بن إسماعيل النابولسي رحمه الله وإن سئلت عن قول الله تعالى وهو معكم أينما كنتم قل بعلمه لأن الله قال وهو بكل شيء عليم ليس حالا معنا ليس كالهواء لأن الله منزه عن الحلول والاتحاد إذن الآيات المتشابهات لا يجوز أن تحمل على الظاهر بل لها معنى يليق بالله ترد إلى الآية المحكمة ليس كمثله شيء أما من حمل الآيات والأحاديث المتشابهة على الظاهر فاعتقد أو قال بتشبيه الله بخلقه فهو كافر بإجماع الأمة كما بيّن ذلك ملّى علي القاري في كتابه المرقات إذن من اعتقد أن الله يشبه شيئا من خلقه أو هو في جهة أو في مكان أو أنه قاعد على العرش أو أنه يسكن السماء فهو مشبه مجسم وقد نقل العلماء الإجماع على كفر المجسمة إذن هذه من العقائد الكفرية التي محلها القلب فمن اعتقدها أو اعتقد شيئا منها خرج من الإسلام والعياذ بالله السؤال الثامن والسبعون أعطي بعض الأمثلة عن أفعال كفرية الجواب الذي يرمي المصحف في القاذورات أو يسجد لصنم أو لشمس أو يفعل أي فعل أجمع المسلمون أنه لا يصدر إلا من كافر فهو كافر كفرا فعليا الكفر الفعلي هو الذي يصدر من البدن من الجوارح من الأعضاء أو من بعضها لو من جارحة واحدة هذا يقال له فعل لكنه فعل كفري يعني يخرج من فعله من الإسلام إن كان مسلما وإن فعله الكافر ازداد كفرا عندما نقول يخرج المسلم من الإسلام ليس معنى ذلك أنه يجوز للكافر أن يفعل الفعل الكفري لا حتى الكافر هذا حرام عليه وإن فعله ازداد كفرا إلى كفره والعياذ بالله إذن الفعل المخرج من الإسلام هو الفعل الكفري كالدوس على المصحف والعياذ بالله وكما يفعل بعض السحر قاتلهم الله الذين عظم ضررهم على الأبدان والأموال وعلى الناس والبلاد هؤلاء السحر أراح الله منهم البلاد والعباد منهم من يعمل أعمالا كفرية يفعل فعلا كفريا ليرضى عنه الشيطان مثلا بعضهم والعياذ بالله يكتب القرآن يعني شيئا من القرآن سورة أو بعض السورة كآية أو آيات بالبول والعياذ بالله أو بدم الحيض هذا من جملة الفعل الكفري يعني أفعال كفرية ومنهم ماذا يفعل يأخذ ورقات من المصحف عليها سورة كاملة مثلا أو آيات معينة يمزق هذه الورقات من المصحف الشريف ثم يلفها ويضعها والعياذ بالله في حفرة الخلاء لماذا ليرضى عنه الشيطان لينفذ له الشيطان ما يريد ليشتغل معه الشيطان ومنهم ماذا يفعل يكتب شيئا من القرآن على العورة المغلصة لبعض الذين يأتون إليه والعياذ بالله وهذا استهزاء بكتاب الله استخفاف بالقرآن فهو مخرج من الإسلام يعني هذا الساحر الذي كتب والذي مكنه من الكتابة يعني الشخص الذي جاء إلى الساحر ومكنه من أن يكتب له على عورته المغلصة شيئا من القرآن كلاهما كفر كلاهما خرج من الإسلام والعياذ بالله تعالى ومن الأفعال الكفرية ما يحصل أحيانا من بعض الناس في البيوت يكون عندهم مصاحف قديمة تهرأت أوراقها مضت عليها مدة طويلة ماذا يفعل بعض الناس إن كان من الرجال أو النساء يقولون هذا المصحف تهرأت أوراقه تمزقت تناسرت يأخذونه ويلقونه والعياذ بالله في القاذورات يلقونه في المزابل هذا يقال له فعل كفري والعياذ بالله تعالى كذلك ما يفعله بعض السحرة من أنهم يسجدون للشمس عند غروبها أو يزبحون ديكا بصفات معينة تقربا للشمس أو عبادة للشيطان كل هذا يقال له فعل كفري كذلك الذي يبصق والعياذ بالله على الكعبة الشريفة أو على المصحف المبارك هذا يقال له فعل كفري فمن فعل شيئا من أفعال الكفر أو سجد لصنم أو سجد والعياذ بالله تعالى للشمس للقمر هذا يقال له فعل كفري وكل فعل أجمعت الأمة أنه لا يصدر إلا من كافر ففعله من كان مسلما ارتد وخرج من الإسلام هذه أمثلة عن بعض الأفعال الكفرية المخرجة من الإسلام السؤال التاسع والسبعون أعطي بعض الأمثلة عن أقوال كفرية الجواب الذي يشتم الله أو الرسول أو الدين الإسلامي أو الكعبة أو يستخف بالجنة أو بوعيد الله الذي لا يخفى عليه نسبة ذلك إليه سبحانه أو يستهزئ بالصلاة أو بالحج فهو كافر كفرا قوليا والقاعدة أن كل عقد أو فعل أو قول فيه استخفاف بالله أو ملائكته أو أنبيائه أو وعده أو وعيده أو شعائر دينه فهو كفر فليحذر الإنسان من ذلك جهده على أي حال وأما السؤال الثمانون فقد تقدم شرحه باستفاء والحمد لله تعالى من جملة الأقوال الكفرية الأقوال لأنها تصدر من اللسان يعني يقال فلان قال كذا أو هذا قول كفري يعني الإنسان يقوله يتلفظ به يقال له الكفر القولي أو الكفر اللفظي لأنه تلفظ به والكفريات القولية كثيرة جدا بل بعض العلماء ألف في ذلك الكتب كما سبق لنا معكم أن عرضت لكم عددا من الكتب التي ألفت في هذا الموضوع لكن الآن على وجه السرعة والاختصار من أمثلة الألفاظ الكفرية ما كان والعياذ بالله استخفافا بالله سبا لله لنبي من أنبياء الله لملك من الملائكة كعزرائيل أو الاعتراض على الله الاستخفاف بالصيام الاستهزاء بالصلاة بالزكاة بالحج بالقرآن بالكعبة أو الاستهزاء بأحكام الشريعة الإسلامية أو الاستهزاء بالجنة بعض السفهاء الماجنين يستهزئون بالجنة يستخفون بها وبعضهم ينكر الجنة كذلك الاستخفاف بوعيد الله ما معنى وعيد الله يعني يقول جهنم لا تخيف ليست مكانا يخيف ليست مكانا فيه العذاب الشديد يعني يستهزئ يستخف بوعيد الله بعضهم يقول هي مكان طبابة أو مكان استشفاء أو نتلزز أو نلعب أو نفرح مع فلانا ومع فلان هذا استخفاف بوعيد الله الله ماذا قال عذاب يوم عظيم أما جهنم من قال هي ملعونة هي خبيثة هي منتنة هذا لا يكفر إنما يكفر إن استهزأ بوعيد الله استخف بوعيد الله عذاب يوم عظيم وهو يقول عذاب هي ليس مخيفا ليس شديدا ليس عظيما ليس أليما أو نلعب نفرح نتسلى هذا يكون كذب الله واستخف بوعيد الله أما جهنم من طعن فيها استخف بها هي يعني أن يقول منتنة خبيثة فهذا لا يكفر لأن الرسول كان يستعيز منها في الصلاة وأعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم وفي القرآن بئس المصير عن النار عن جهنم فمن قال هي منتنة هي نكرهها لا نحبها مخيفة فهذا ما عليه ضرر إنما الضرر والهلاك والكفر على من استخف بوعيد الله تعالى كذلك من الكفر القولي أن يقول والعياذ بالله إنسان لآخر كما يقول بعض الناس بالعامية تعى يا الله يقول لصديقه يا الله أو روح يا الله هذا في بعض القرى موجود في بعض القرى موجود وبعضهم يقول لابنه يا ابن الله أو تقول لابنتها يا ابنة الله وبعضهم يقول الله لا يعلم هذا الشيء أين هو أو الله لا يقدر على كذا كل هذا من الكفريات المخرجة من الإسلام يعني من الكفر القولي الذي محله اللسان قال الله تعالى يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم من كفر مازحاً أو غاضباً أو لاعباً أو عند المصائب أو كان يتكلم ليضحك الناس فتكلم بما هو كفر خرج من الإسلام صار مرتداً ولا يسأل عن نيته ولا عن قصده ولا إن كان شارحاً صدره ولا إن كان عارفاً بحكم المسألة ولا يسأل إن كان ناوياً الخروج من الإسلام كل هذه الشرائط لا اعتبار لها وقد تكلمنا عنها فيما سبق إذن كيف يرجع للإسلام بالنطق بالشهادتين بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله أما إن قال أشهد فيكون أحسن يعني لو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد الرسول الله أحسن أفضل لكن لو قال لا إله إلا الله محمد الرسول الله يصح بالإجماع ولكن انتبهوا بعض الناس إلى الآن لا يعرفون النطق بالشهادتين فيقولون أشهد أن لا إله إلا الله يقولون أشهد أن لا إله إلا الله لو قال أشهد أن لا إله إلا الله أما أشهد أن لا إله إلا الله لا تعطي المعنى المطلوب فإذن بالنطق بالشهادتين يرجع للإسلام ليس بقول أستغفر الله اللهم اختم لنا بكامل الإيمان تقبل منا صالح الأعمال أعتقن الله وإياكم من النار تقبل منا ومنكم الصيام والقيام اللهم يا ربنا أعد علينا هذا الشهر بالخير واليمن والبركات بالتوفيق والنصر والتأييد بتفريج الكربات بشفاء المرضى بتوسعة الرزق الحلال إنك على كل شيء قدير تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته